غست مواقع التواصل الاجتماعي بصور أحد الأشخاص بزي مدني وهو يعنف الأساتذة المتعقدين المحتجين وسط العاصمة الرباط خلال تدخل أمني لتفريقهم وقد نددت منظمات حقوقية ونقابية بتسخير من تقول إنهم أعوان السلطة نددت بقمع الأساتذة فيما طلب وزير حقوق الإنسان المغربي بفتح تحقيق في هذا الموضوع ومعاقبة الجاني هذه مشاهد عجت بها مواقع التواصل الاجتماعي توثق صورة شخص بلباس مدني وهو يستعمل العنف ضد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في محاولة لتفريقهم وفضي احتجاجاتهم فمن هو؟ ذلك الشخص وأشخاص آخرين كذلك تمت الاستعانة بيوم من قبل الدولة فعلا قتاب أنها تقمع الأساتذة السؤال إحنا اللي كانت رحوه لماذا هذا الكم من القمع ولماذا الاستعانة كما نقوله بالمقدمية والاستعانة بالبلطاجية وكذلك ذلك الحشد الكبير دي القوى هذا القمع اللي كانت منظمات حقوقية وصفت ذات الشخص بالمجرم وذهبت إلى كونه واحدا من أعوان السلطة الذين يتم تسخيرهم لتعنيف المتظاهرين وإسقاطهم أرضا لتمكن عناصر الأمن من إلقاء القبض عليهم ودعت الجهات القضائية إلى فتح تحقيق لمعاقبته ما معنى وجود أعوان سلطة إلى جانب قوات الأمن هدفهم والاعتداء على النساء ورجل تليم وتعنيفهم بالإضافة إلى قمعهم بأساليب دانية أول تفاعل رسمي مع هذه الدعوة جاء من وزير حوق الإنسان الذي اعتبر العنف ضد المواطنين غير مشروع وممارسته من قبل شخص مدني سلوكا غير مفهوم ولا مبرر له على حد تعبيره غير أن بعض النقابات التعليمية طالبت بمعاقبة الجاني ومن رخص له باستعمال العنف يجب المساءلة والمحاسبة أنت الجميع ومن أعطى التعليمات لأنه يبدو في الصورة أنه مع المسؤولين على مستوى الأمن ليس لوحده الاستنكار الشعبي الشديد الذي آثاره تدخل أحد أعوال السلطة للتنكيل بالأساتذة لا يستثنى منه أمثالهم من مساعد رجال السلطة الذين مارسوا شتى أنواع التعنيف من ضرب وسحل على الأرض وتحرش بالأساتذة رجالا ونساء حسب تنسيقية الأساتذة المتعاقدين دستوريا ممارسة التعديم بكل أشكاله جريمة يعاقب عليها القانون المغربي لكن الواقع يعكس أمرا آخر برأي حقوقي لذلك فالقضية تتجاوز الأفراد المنتهكين للقانون إلى مدى حرص الدولة على تطبيق القانون كما يقولون عبد الحيل بقالي الحرة الرباط